احنا في الفيديو اللي فات قلنا ان سبب الفيلير في الاندو هو البكتيريا مش اللي بتحصل معنا واتفقنا انه ما ينفعش اسيب الاكسس كافتي مفتوح ليه؟ عشان ما ادخلش في السايكل او في اللوب بتاعت ان انا كل شوية اقعد اشيل التمبري ريستوريشن او ما احطش تمبري فيلنج علشان افضي الابسس الموجود او البس او الانفراماتري اكسس ديت اللي بيتكون وترجع البكتيريا بتدخل تاني وقلنا عشان تتخلص من اللي بيحصل او اللي بيحصل لازم تقلل البكتيريا يعني ايه؟ يعني تقلل البكتيريا الموجودة داخل الروود كنال طول ما انت بتسيب الاكسس كافتي مفتوح انت ما بتعملش حاجة غير انك بتضيع وقت لانك كل ما بتفضي البس الموجود في بكتيريا بترجع تدخل تاني كل ما بتعمل وتسيب العيان يمشي من غير انت لسه البكتيريا بتدخل داخل الروود كنال يبقى انت عم ماشي في لوب ماشي في سايكل ما بتخلصش وكان في كومنت جه بيقول هل لو مشيت العيان على سيستاميك انتبيوتك وسبت الاكسس كافتي مفتوح هل حاجة زي دي هتريح العيان او هتساعد الجسم في انه يفايت البكتيريا الموجودة خلينا واضحين ان مهما كنت بتاخد او مهما كنت بتكتب للعيان بتاعك سيستاميك انتبيوتك عمره ما هيقلل البكتيريا اللود الموجودة داخل اللود كانال نفسها السيستاميك انتبيوتك او عموما ما بتعملش غير حاجتين انها بتقلل البكتيريا وبتموت بعض البكتيريا الموجودة فين؟ في الابيكال تيشوز لكن البكتيريا الموجودة داخل اللود كانال نفسها هي ما بتوصل لهاش اساسا قادر ربنا اقدك وانتواقفة في ثانية مش هيخدني مش هيخدني وموت بغيزك انا حلو اهو انا حلوة بص حلوة وتعمة وبدأ باشتا وفكرة ان حصل الفلير اب عنيف ده معناه ان البادي ريزبونس قوي جدا لانه لو ما كانش في بادي الريزبونس قوي ما كانش حصل الفليرة وده معناه ان السيستاميك عنطبيوتك مالهاش لازمة يعني الى هى تقلل البكتيريا اللود الموجودة دخل رود كانال ولا لها لازمة في الابيكال تيشوز وده معناه ان السيستاميك عنطبيوتك مالهاش دور في حالات الفليرة لان خلينا واضحين برضو ان مفيش ميكانيزم علمي بيقول ان الانطبيوتكس بتساعد في ان تقلل персонаж ник او بتقلل الباند الموجود طول ما انت ما دخلتش genital الباس ده بنفسك هيفضل موجود مفيش ميكانيزم معين مثبت علميا بيقول ان بتروح تاخد الصديد او الباس تدوبه مفيش حاجة اسمها انتبياتيك بينشف الصديد دي مش موجودة وهرجع واقول يعني ايه يعني مش معنى ان كتبت على انتبياتيك للعيان وبعد كم يوم اللي كان عند العيان ابتدى يختفي يبقى معنى كده هو اللي حل للمشكلة دي اطلاقا حضرتك هو الجسم اللي قام بالليلة ويعيني الجسم اللي مطلعش في الصورة ما ظهرش في انه هو السبب انه اللي كان موجود ده يختفي والمقصود بالجسم هو المناعة بتاعت جسمك ولو هندور برا طب الاسنان هنلاقي ان النسبة كبيرة من البكتيريا اللي بتيجي الجسمنا عموما وبناخد لها بيكون في بكتيريا اتجاهها يعني ايه الكلام ده يعني حضرتك بتروح تاخد مضاد حيوي لما يبقى عندك من غير ما تعرف نوع البكتيريا اللي عندك ايه وبتاخد مضاد حيوي بشكل عشوائي المضاد الحيوي اللي انت بتاخده ده ما بيعملش حاجة والجسم هو اللي بيشيل الليلة وفي الاخر انت بتبقى فاكر ان الانتيبيوتك او السيستاميك انتيبيوتك اللي انت كتبته هو اللي قام بالليلة كلها معاني في الحقيقة هو اساسا في بكتيريا رزيستنس يعني البكتيريا مش فارق معها نوع المضاد الحيوي اللي انت كتبته الجسم هو اللي شال الليلة حضرتك يعين الجسم ما بيظهرش في الصورة. وكان بقى الكومنت بيقول انا يا دكتور بعد ما بخلص الميكانيكال واعمل وحط للعيان بلاقي مكالمة في نص الليل من العيان يا دكتور انا مش عارف اناك. وده بيكون بسبب ان بيكون يعني ليه اسباب كتير. ولكن باختصار شديد لو انت بتعمل كامل محترم وبتعمل كامل بالاكتيفيشن محترم وبتحط بنسبة تسعين في المية فرصة عندك هتبقى اقل. لكن جو انك تدخل تعمل شوية على خفيف على شوية عبيض وتستغرب ان بيحصل معاك ويمكن الكلام ده احنا اتعلمناه زمان فكرة انك تدخل تعمل وتوسع او تنظف الاول وبعد كده تخلي العيان تعمله على لا مفيش الكلام ده عايز ما يحصلش معاك يبقى تنظف مرة واحدة لكن جو ان انا انضف كل شوية كل شوية ارجع انضف لا ده ما بيجيبش نتيجة زي بالزبط كده لما تبقى بتعمل مثلا يعني سنة فيها ماينفقش تروح تفتح فلاب مسلا وتشيل نص السنة وترجع تقفل وتستغرب تاني يوم العيان وش ورم او اه فيه سيفير بين لأ حضرتك ومن اول مرة انت فتحت فلاب لازم تنظف تشيل الانفكشن كله مرة واحدة لو ما عملتش كده ما تنتظرش اساسا ان العيان يكلمك ويقولك لا والله انا 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 زي الفل انا سليم لأ لازم هيحصل لازم تدخل تعمل ميكانيكا الكامل كامل بالاكتيفيشن وإلا ما تنتظرش انه ما يحصلش معاك كل الكلام اللي فده ده باختصار تعال بقى نتكلم عن خلينا متفقين ان كلنا بنعرف نعمل اندو ولكن الشطارة في مين اللي يعمل اندو بقى اقل بقى اقل فرصة يعني ايه يعني فرصة انه يبقى فيه قلم او بعد ما تخلص الاندو قليلة ان الاندو ده يعيش مع العيان تبقى عالية دي الشطارة وخلينا متفقين كمان ان عمله ما هيكون بسبب حاجة واحدة بس يعني لو ععدت تقرأ مساكت اقعدت تقرأها هيعد يرصلك اسباب كتير ويجي في اخر يقول لك والله بس احنا ما نقدرش ان احنا نثبت اذا كان الكلام ده او الاسباب دي هي سبب الفليرب ولا لا ليه اصلا والله في عامل متغيرة كتير جدا ولكن لو حبينا ان احنا نختصر اسباب الفليرب في كلمتين وبادي ريسبونس سواء الاكسترويجن ده كميكانيكال او كيميكال او بكتيريال او مايكروبيال او البادي ريسبونس كشوية فاكتورز او عوامل بيتحكموا والله في بادي ريسبونس بيبقى شكل الفليرب مختلف على اساس البادي او جسم الشخص البنياء ده من اللي انت بتتعامل معاو حالة السن اخبارها ايه طيب خلينا متفقين ان الاكسترويجن عموما كميكانيكال وكيميكال ومايكروبيال بيشترك في نقطة واحدة وهي الطول والمقصود بالطول هو كووركين لانس ديتروميناشن وكووركين لانس مينتيننس يعني ايه لما نيجي نتكلم على انك تحرف تحديد 토ول بشكل مصبوط من الاول ونقطة انك تفضل محافظة على الطول اللي انت شغل عليه طول ما انت شغل يعني ايه برضو? تعالا نحكي ونتكلم على كل نقطة بالتفصيل اول حاجة الميكانيكال إوشني Nil هو ايه انك تبقى شغل على طول اطول من الطول اللي انت مفروض تبقى شغل عليه وده اللي بيانتج عنه ايه انك بتقطع في fulness تبال اللي بيانتج عن انك بتقطع virus semiconduこと انه بيبتدي يحصل inflammation واول علامات انفلاماتري اكس ده تعمل بيطلع. بتبتدي تضغط على يعني التجميع الدموية اللي بيحصل ده بيبتدي يضغط على النهايات العصبية الموجودة في واللي بينتج عنها محترم. وخلينا فكرك ان مش بس مقصود بيه كسولين. الفليرب حاجتين. ده اول شكل. تاني شكل الكيميكا. لما انت تبقى شغال على طول اطول من الطول اللي المفروض تشتغل عليه. انت بتطير بتاعتك او بتاعت السن اللي ربنا خلقها. اللي بينتج عليها اكستروجن طول ما انت شغال. وبالتالي بيعمل واللي بينتج عليها ايه? تعمل يتجمع في المنطقة دي. ويدغط على فيبقى فيه في شكل بين. ده اول شكلين. الشكل التالت واللي ممكن ينتج عنه هو ان يحصل اكستروجن او اللي انت بتقطعها. يعني طول ما انت شغال على طول اطول من الطول انت عمل بتاكسترود باكتيريا دينت ان دي بريز بايوفيلم. لما بينزل الايب كالتيشوس بيبتدي يتخانق مع الايب كالتيشوس. اللي بينتج عنها ايه? انه يبتدي يحصل في شكل خصوصا في الحالات النون فيتال. الحالات النون فيتال اللي بيكون فيها بايوفيلم. دي اللي بتبقى فرصة ان يحصل فيها بتبقى اعلى. يعني مشكلتنا كلها انك تقدر تحدد الطول بشكل مزبوط من قبل ما تشتغل. طيب هي ايه الحاجات اللي ممكن تأثر على تحديد الطول كأنك تحدد الطول من اول قبل ما تشتغل. وهي الحاجات اللي ممكن تأثر عليك انك تغير الطول وانت شغال. هو انك ما تكونش واثق في اول اراية انت بتاخدها باول فايل بيدخل داخل الكنال على الفول وركن لانس. خلينا متفقين ان احسن اراية وده سر من اسرار الاندو ان احسن اراية بتاخدها بتكون مع اول فايل بتدخل بيه داخل الكنال. وانت داخل بفايل عشرة. وانس ان الفايل ده عدى خلاص كده. اي اراية هتاخدها تاني باي فايل بعد كده مش هتبقى دقيقة زي اول فايل دخل ووصل للطول. ليه? انك لو تخيلت معي ان الفايل ده لما بينزل ويعد نص لواحد ميلي وبعد كده يرجع ويدخل تاني هي نفسها بعد ما الفايل عدى بياند واحد ميلي ورجع تاني هي خلاص ابتدت توسع شوية. فالفايل ده نفس الفايل لما هيرجأ اللي هو فايل عشرة واحسن اراية بتاخدها بفايل عشرة. الفايل ده لما يرجع يدخل تاني او خمسة اشرة. الفايل ده لما بيرجع يدخل تاني عشان يشوف الاراية ما بيبقاش لمس زي ما كان لمسها في اول مرة. عشان كده دايما اول اراية هي احسن اراية انا باخدها انا شخصيا بحس بكده. ولكن ده بالنسبة دي تجربة شخصية. ممكن تختلف معك انت. دي حاجة تانية. وعشان كده والصح والمفروض انك اول ما بتفتح بتعمل من تلاتة ميلي بالزبط. يعني تنزل من عند لداخل تلاتة ميلي عشان بس تعمل زي بسيط للكنال نفسها عشان الفايل يبقى داخل معدول شوية وتدخل بفايل عشرة. وانت داخل بفايل عشرة لازم تبقى موصله بالايبكس. تاني نقطة ان دلوقتي انواع الايبكس الموجودة في السوق بقت ممتازة جدا لدرجة انها ممكن مع الوقت لما تتعود عليها ويحصل زي مبينك ومبين بتاعك وتبقى فهم وفهمك. بتبقى عارف امتى بيديك قرية مظبوطة? وامتى? لا. المفروض انت نازل بالفايل الماركر او الانديكيتور اللي على الشاشة لازم يبقى بينزل معاك زي ما انت بتنزل داخل الروت كنال نفسها. لما تيجي تطلع هو بيطلع معاك. لكن فكرة ان انت بتنزل بالفايل فالانديكيتور ما بينزلش معاك? لا. يبقى القرية دي مش مظبوطة. لو فكرة انه انت بتطلع بالفايل من الكنال نفسها. الايبكس ما بيطلعش معاك? لا. يبقى القرية دي برضو مش مظبوطة. ده بالنسبة للحاجات اللي ممكن تأثر عليك وانت بتحدد الطول. بالنسبة للحاجات اللي ممكن تأثر عليك في انك تمنتين الطول ده. تفضل محافظة على الطول اللي انت شغال عليه. اول حاجة المصطرة. واحدة من ارخم الحاجات ان يبقى عندك انواع مختلفة من المساطر. خلينا متفقين ان المصطرة اللي احنا بنستخدمها دي دي تعتبر حاجة اسمها يعني معامل سابت. يعني ايه? يعني لما تيجي تبدل ما بين المصطرة والتانية وده لو جربته في العيادة. لما تيجي تصدق طول فايل على مصطرة معينة تلاقيه مسلا ادك عشرين. على مصطرة تانية تلاقيه بيديك عشرين ونص او تسعتاشر ونص او واحد وعشرين. بيفرق نص لواحد ملي. حاجة زي دي ما بين الزيارات هتأثر على الميكانيك او هتأثر على اللي انت شغال عليه. يعني في يوم اللي انت اخدت في القراية مسلا انت على مصطرة معينة ادتك ان الطول عشرين ملي. جيت قيسة على مصطرة تانية مفيش فيها يعني مش مش مزبوطة مش معمولة بنفس نوع المصطرة الاولى. مش معمولة صح على فكرة فيه مساطر بتوصل مصطرة بيوصل سعرها لتلتمية وخمسمائة جنيه بتاعة الدين سابلايا. ولكن ايا يكون انت بالنسبة لك انت انت بتتعامل معها على انها معامل سابت بس فوحد انواع المصاطر اللي عندك في العيان. تاني نقطة خصوصا لو بتعمل اندو على عادة لما بتعمل اندو على احيانا بتنسى هي بتاعتي كانت نفسها ولا الحتة اللي جنب حاجات بسيطة بتفرق في نص واحد ملي بس مع كزا نقطة ومع كزا حاجة بتلاقي نفسك فرقت في ملي او ملي ونص او اتنين ملي في بعض الاحيان. وعشان كده انا شخصيا بحب هدخل اعمل اندو على لو انا مضطر ان انا اعمل على رغم ان انا من عشاء ولكن لو مطلوب مني ان انا اعمل الاندو على ملتو بخلص كامل لازم وش كده وهو ده الصح على فكرة يعني الصح انك تخلص في كامل 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 بتاعي النهاردة المرة الجاية ممكن اعمل وعادة انا من الناس اللي لو بعمل بخلص معه ما بحبش اعمل لانه عادة انت لما بيجي لك عيان عايز يعمل يعني ايه ايه السيناريوهات بتاعت الاندو اتنين واحد جاي لك بابسس فده لازم تخلص معا ميكانيكا زي ما اتفقنا في اول الفيديو لازم تخلص معا ميكانيكا وتخلص معا كامل ولو في باس تعمله او تسحب الباس الموجود ولو في حالة ان هو لأ انت بتفتح وتعمل ميكانيكا كامل عشان تبقى متطمن ان العيان ده هيرتاح غير كده تخش بالفايل مرتين كده وتقول للعيان هيرتاح لأ ما بيرتاحش ما فيش الكلام ده لازم تعمل للبال بيتيش الموجود ده مش بيتحقق غير لما تقلص ميكانيكا المحترم تالي السبب ممكن يؤثر عليك في الوركن لانس ديترمنيشن او هو الفلابي رابر السوبر يعني ايه احيانا بيبقى فيه فايل زي كده الروبر السوبر خصوصا من فايلات ماني المقساة اللي هي تمانية وعشرة الروبر السوبر بتاعتهم بتبقى ضعيفة جدا عشان كده في بعض الداكاترة بتحط اتنين رابر السوبر ورا بعض عشان يسندوا بعض ما يبقاش ما تتزحلقش ما ما تتحركش بسهولة ما تبقاش واقفة ميلة يعني عارف انت الروبر السوبر لما تشالها من الفايل انا بالنسبالي الروبر السوبر لو اتشالت من الفايل يبقى الفايل ده مالوش لازمة وخصوصا الفايلات المقساة الصغيرة المقساة الصغيرة الروبر السوبر اتشالت من الفايل خلاص كده الفايل ده بالنسبالي حتى لو كان سليم مالوش لازمة ليه لان لما برجع حط الروبر السوبر تاني الروبر السوبر بتبقى واقفة ميلة كده اللي هو مش مش معدولة لا ميلة. فانا ما ببقاش عارف. انا كنت شغال على الطول من هنا ولا من هنا. يعني انا ايس من هنا ولا من هنا. ودي بتفرق معايا في ملي ونص حضرتك. ملي ونص بيضيق عشان بس الربر السوبر واقفة بميلة. بص وانت شغال قدامك. رابر السوبر ميلة كده ارمي الفايل. بس. ورايح دماغك. عشان ما يقرفكش. عادة الروتري فايل ما بيحصلش معاها كده لان الربر السوبر اللي تكون فيها بتبقى محترمة منظيفة مسكة نفسها وثابتة. وبتكون صغيرة. عكس بتاع الشركة اللي بتبقى الربر السوبر بتاعتها كبيرة فيبقى سهل جدا انها تتمرجح. وانت شغال. دي فعلا مستفزة. حقيقي بتضيقني. وزي ما قلت لك. كل ما لان يكون على ملتب الفيزت. كل ما كانت الحاجة التفهة دي بتأثر عليك بشكل كبير. رابع نقطة. فكرة ان الفايل واصل للشرطة ولا لأ? كان في حتى في كتاب كده كنت قرأتها. كان بيقول لك واحد زائد واحد يساوي تلاتة. في معناها ايه? ان انت شايف كم خط في الصورة. فبيقول له خطين. قال له لأ. انت اللي في الصورة اللي انت شايفه في الصورة ده. ده تلات خطوط. في لونهم اسود. وما بينهم لونه ابيض. انت بعدتهوش دي مشكلة عندك. هو بيقول لك الكلام ده ليه? عشان عايزك تعترف بان فيه ابيض في نص انت ما حسبتهوش. الكلام ده بنسبة لنا في الاندو بيحصل. يعني انت بالنسبة لك النص اللي انت جايب الشرطة ولا ما جايبهاش دي بتفرق معاك. حاجة زي دي مش مش هتفتكرها لو انت بتعمل الاندو على ملتبل فيزت. لو انت بتعمل الميكانيكال على ملتبل فيزت. فحاول تهتم بالتفاصيل الصغيرة دي. ليها اثر كبير عليه. مهم جدا طبعا ان انت زي ما قلنا انك تدخل تعمل كرونال فليرنج بسيط للاول تلاتة ميلي عشان الفايل يبقى نازل معدول. لان عادة لو اخدت القراية قبل ما تعمل كرونال فليرنج عادة الفايل بيبقى واقف بميل. لما بيجي الفايل يتفرد الطول بتاعه بيقل. فتبقى بتعمل تبقى شغال على طول اطول من الطول. ودي بتبقى حاجة رخمة. غير ان في الحالات اللي بيبقى فيها يعني كل ما الكيس كان فيها كل ما فرصة ان الطول يقل تبقى اعلى. يعني ايه? يعني انت لو ماشي على طريق فيه انحناقات. لو جيت اختصرت الطريق ده بدل ما تفضل ماشي وقت الملفات لأ مشيتوا بالطول مرة واحدة حتة واحدة هتلاقي الطول بقى اقصر. وبالتالي حاجة زي دي هتأثر على اللي انت شغال عليه. فعمل حسابك ان الطول بيقل من نص الواحد ملي ما بين قبل وبعد وعشان كده احنا بنصور ماستر كون. قبل ما نبتدي نعمل ليه? عشان نتأكد من الطول بتاعنا ان احنا مش عاملين خامس سبب ممكن يأثر على هو بيحصل لها يعني زي ما كنا قلنا في فيديو ان الفايل بيتفك اللي اتكلمنا فيه عن اهمية عشان ما يحصلش او ما تلاقيش نفسك عامل معدية هتلاقي اللينك الفيديو هيظهر في الكارد هنا فوق. كنا قلنا ان الفايل عامل زي الضفيرة بتاعة الشعر بتاعة البنات. الفايل بيتفك. فطوله بيزيد. فلما بيزيد حتى وانت شغال على طول المزبوط بتاعك. الفايل اتفك طوله زيت. فيعملك يفتح بتاعتك واللي ينتج عنها ولكن هارجع واقول ان هيحصل حتى لو كنت ضبط الطول اللي انت شغال عليه لان مش بيعتمد بس على الطول اللي انت شغال عليه قد ما بيعتمد على وعلى اللي انت بتستخدمها وعن التكنيك اللي انت بتستخدمه وعن شكله حجم الكانالز اللي انت بتتعامل معه طب ايه الحاجات اللي نعملها هنقلل بها أول حاجة انك تستخدم او إنك تمسك الفايل تدخل بيه مرة واحدة واحدة وتطلع تنظف وترجع تدخل تاني مع ان حاجة زي دي ما مشوفهاش عملية اوي بس لك تتفرج عليه تفهم منه اكتر يعني ايه الاس اس سي موش. تاني نقطة انك تفضل طول الوقت بتعمل يعني ايه يعني تتأكد طول الوقت ان الكانال ازاي بانك تمنع طول الوقت انت تخش بفايل عشرة او تمانية تعدي من نص الواحد ملي هدف حاجة زي دي ايه انك تمنع انك تمنع انها تتجمع في حاجة زي دي بنعملها ما بين كل والتاني مش بنعملها كل خمستاشر فايل حضرتك لانك لو عملتها كل خمستاشر فايل ما لهاش لازمة خلاص اتجمعت فانت بتعمل ايه هدف ان هو يدخل يعمل ايه يكنس اللي متراكمة او متجمعة في المنطقة دي بشرط ان اللي منتجمعة دي تبقى وليلة طب حاجة زي دي ليها مثال واقعي كده اه تفهم عارف انت او الزاوية بتاعت الحيطة الزاوية للتسعين درجة بتاعت الحيطة دي لما بيتجمع فيها التراب بيبقى صعب جدا ان انك تنظفها لو جايب مكنسة كبيرة بصعب جدا عارف لو جبت فورشت اسنان وجيت عملت كده مرتين هتلاقي الدنيا دي الحتة دي الزاوية دي نطفد بكل سهولة حقيقي هي فكرة كده بالزبط طب حاجة زي دي هتلاقي عليها كتير جدا بتتكلم ايوة بس ده ممكن يعمل بس بنسب قليلة وخلينا متفقين زي ما قولت لك هيحصل بس الفكرة في كمية مانساش ابدا في كنت قرأتها كان بيتكلم عن كمية اللي بتحصل ما بين والتيكنيك وحنا عادة على فكرة ممكن نبقى شغلين وبنعمل يعني ما بنحققش تكنيك فكان بيتكلم على نقطة ان اللي بيحصل لما بتستخدم تكنيك بيطلع في حدود اثنين وستة من عشرة ميلي جرام فحين انك لما بتستخدم تكنيك ومقصود بكراون يعني بتحضر الاول وبعد كده بعد كده مش فاكر بالزبط اللي هو نصف ميلي جرام كلام ده ناس اسبيالي تعملينه فتخيل انت مقدار اللي ممكن يكون بيحصل معك وانت مش حاسس بيه تالت نقطة انك تستخدم ودي كنا تكلمنا عنها في فيديو هاتلاقي الفيديو هيظهر في الكارد اللي فوق فكرته ببساطة ايه ان كل ما عدد الفايلز اللي انت شغل بيها بيزيد كل ما او الجزء اللي انت بتقطعه من بيبقى اقل وبالتالي فرصة ان يحصل اقل وبالتالي فرصة انك تعمل اكتر وبالتالي او اللي عليه بيترتب عليه او اللي خلينا متفقين عليه ان الموضوع مش في بس بتاعت اللي انت بتستخدمه قدمه في كمية اللي انت بتدخلها داخل الروت كنال اهم بكتير من التركيز كل ما الكمية زادت كل ما كان عالي يعني لو بتعمل بنص كوبية مثلا ككمية دي كتيرة وفي نفس الوقت ان فرصة ان يبقى في داخل بتبقى كوقت بتبقى اعلى من انك تخش تعمل تلاتة سنطي اه تركيز خمسة في المائة لأ ده غير كافي لأ زود اللي انت بتعمل بها رابع نقطة انك تخلي دايما بتاعك طول ما انت شغل مليان عشان وانت داخل وطالع طول الوقت بينضف فبالتالي فرصة تبقى اقل وخلي في بالك دايما انه طول الوقت انت شغل بتفكر انا بسلك الدنيا انا مش عايز اوصل الفايل من اول مرة من اول للطول لا انا ممكن ادخل واطلع واعمل عادي جدا انا شايف ان انا قطعت كتير فلا خدش واعمل وبعد كده ارجع وادخل تاني كمل ما تستعجلش انك توصل الفايل من اول مرة للطول لا خليك ماشي انك بتسلك الدنيا وهرجع وفكرك انك عشان تتجنب لازم تعمل غير كده او ما تتوقعش ان مش هيحصل معك كفاية بقى لحد كده عشان انا حسس ان الفيديو بقى طويل جدا لو شايف انك استفدت ادعي لي دعوا بظهر الغيب لو عندك ايس اي لك تبقى تحت في الكومنت ما تنساش تدخل على جروب التليجرام هتلاقي اللينك بتاعت في الديسكريبشن شوف كورساتنا على يودمي اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت واشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة